السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله ببسطين معكم اخوكم ايهاب الصرف انتم من قناة ايهاب تيفي وفي عندي قناة تانية اسم ايهاب تيفي بلس نفس المحتوى تكنولوجي بامتي از في عنا اليوم تحديثات وصلت لهواتفنا والتحديثات هذه كتير والتحديثات هذه متنوعة خلينا نجي نشوف التحديثات اللي وصلت لهواتفنا لا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصل لك كل جديد خلينا نشوف التفاصيل وارجعنا لكم الجديد صلوا على سيدنا محمد الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اول حاجة في عنا التحديث وصل لجهاز الريدمي نوت 12 برو لبرو بلس طبعا البرو لبرو بلس نفس التحديث النسخة الفايف جي باجاله تحديث الاصدار التركي واحد فاصل سفر ثلاثة على الاندرويد 14 قناة التحديثات هذه موجود الرابط تباح في صندوق الوصف وهذه القناة التحديثات الرسمية وهاي اسم القناة تحديثات شاومي مآي يو آي وهاي بار او اس اي تحديث جديد بتلاقيه وصل موجود عندنا في القناة بعدك فينا التحديث الشاومي 12 برو الشاومي 12 برو الاصدار الاوروب باجاله تحديث جديد 1.09 على الاندرويد 14 ريدمي 12 5 جي العالمي 1.06 على الاندرويد 14 ريدمي نوت 13 5 جي 1.011 على الاندرويد 14 ريدمي نوت 13 NFC 1.04 على الاندرويد 14 طبعا هذه التحديثات اللي انا بقرأ فيها الان هذه التحديثات مستقرة يعني كيف انو فروضه الان تم اطلاق صراحة والكل تكون عنده هذه التحديثات لانه هذه التحديثات كانت للمي بايلوت والان اصبحت لجميع بعد جهاز الريدمي نوت 13 5 جي في عنا جهاز الريدمي نوت 13 الان اف سي طبعا هناك فرق بين الان اف سي واللي بدون الان اف سي هذا الان اف سي يعني بيكون فيه ايش خاصية الان اف سي وهو عبارة عن 1.04 على الاندرويد 14 لانه احيانا حسب المناطق بيطلقوا اجهزة فيش فيها ان اف سي فهو يعني بيسمو لك يا اسم تاني اسم جديد ريدمينوت 11 ايضا هذا الجهاز الاصدار العالمي كان له تحديث والتحديث اللي موجود عندنا كان للمي بايلوت الان اصبح مستقر للجميع 1.07 على اندرويد 13 انا قلت قبليك انه التحديثات الاجهزة الريدمينوت 11 والسلسلة تبع 11 برو وحداش برو هذه كلها اجت على اندرويد 13 وليس 14 وهذه الاجهزة مش هتواخد تحديث لهايبرو اس 2 البوكو اكس فور برو 5 جي الاندونيسي تحديث جديد 1.02 على اندرويد 13 لاحظين الوكس فورو برو على تحديث الاندرويد 13 الريدمينوت 13 ال5 جي نفس تحديث البوكو اكس 6 النيو الاندونيسي اخد تحديث 1.04 على اندرويد 14 بوكو اف فور الاندونيسي 1.03 على اندرويد 14 بوكو اف فور الهندي 1.03 على اندرويد 14 ريدمي نوت 13 ال5 جي التركي 1.03 على اندرويد 14 بوكو اف فايف ال5 جي الهندي 1.12 على اندرويد 14 ريدمي نوت 11 اس نفس تحديث البوكو اف فور برو الاصدار الهندي 1.04 على اندرويد 13 ريدمي نوت 12 برو وبرو بلس 5 جي تحديث التركي 1.03 على اندرويد 14 طبعا هناك اجهزة من البوكو الريدمي بياخدوا نفس التحديث ولكن هذا بيكون عليه مشغل وهذا عليه بيكون البوكو لانشر البوكو اكس فور برو ال 5 جي تحديث جديد 1.02 على اندرويد 13 بعد يكفي عنا بوكو اف فايف البوكو اف فايف يتبع لمن بيتبع للمي بايلوت الان هذه التحديثات اللي بدأ اقرأتها التانية تابع للمي بايلوت البوكو اف فايف العالمي 1.07 على الاندرويد وهو اندرويد 14 ريدم نوت 12 برو وبرو بلس 5 جي 1.05 على اندرويد 14 شاوم 12 لايت الاندونيسي 1.06 على اندرويد 14 بوكو اف فايف الروسي 1.06 على اندرويد 14 شاوم 11 برو الاندونيسي 1.03 على اندرويد 14 ملاحظين التحديثات كثيرة شاومي 11 برو الاندونيسي 1.04 على اندرويد 14 هذا كلها مي بايلوت للمسجلين شاومي 11 برو التركي 1.03 على الاندرويد 14 طلع معي هاني المي بايلوت انا عملت فيديو كيف انت تحصل على التحديث المي بايلوت يعني اول الشاومي بتنزل التحديث بتجيبه اليك هذا التحديث بتقدر تحصل عليه من خلال الفيديو اللي نزلته وانا قلت انه ذهبنا لشاومي كوميونيتي تطبيق الشاومي كوميونيتي وعن طريقه سجلنا وعن طريقه قبلونا والان بنطلق التحديثات مبكرة هاي مثلا هذا الجهاز الريدمنوت 13 برو بلاس عملنا له تسجيل تدخل على شاومي كوميونيتي واختبار البيتاب طبعا طريقة التسجيل حطلك الان الفيديو ان شاء الله صورة الفيديو واذا استطعت اعطلك رابط الفيديو تنقر عليه في اعلى الشاشة طلع معي هان ريدمنوت 13 برو بلاس 5G ستيبل تسترد هايو في عنا 3000 بيدهم قدموا 389 وانا هينك مكتوب هانا اياش تمت الموافقة باللون الاخضر زي من اول فسفور اللي انت شايفوه يعني تمت الموافقة انه انا الان بقدر استلقى التحديثات اولا باول اbikezشم بوا ان شاهنا بوكو افور الخاص لتستطيع tatبيبو Tells عالمي بوكو اكس فور برو الخاص لتستطيع تظهر معي هان X4 Pro 5G Android 13 X4 GT على Android 14 لازم تعرف انه في ناس اللي اخذت الاندرويد 13 مش هتطلقى الهايبر او اس 2 واللي اخذت اندرويد 14 هتطلقى الهايبر او اس 2 وبقدر اقول لك انه هذا الجهاز الريد منه 13 Pro Plus 5G اجاله تحديث الهايبر او اس واحد ونص طلع هذا الجهاز الموجود معي هذا الجهاز لو اجينا حول الهاتف شاوم هايبر او اس ومكتوب هنا 1.09 U U N O I N يعني هذا الاصدار الهندي الموجود واخر تحديث وصل لو اجيت هنا عشان تعرف جهازك حاصل على واحد ونص ولا على هايبر او اس 1 تيجي على ما الجديد هتلاحظ الكلام هذا الكتير اذا لاحظت كلام كتير خلاص انت الان على هايبر او اس 1.5 لاحظ هنا تحديث النظام الامان الى يوليو 2014 لزيادة امان النظام شاشة القفل استراتيجية جديدة ضغط مطولة للتعديل على شاشة القفل لتقليل النقرات غير المقصودة وعننا في الالة حاسبة تحسين استجابة الاصرار في الالة حاسبة هذا يعتبر من التحديثات الوسيطة اللي هتكون بين الهايبر او اس 1 والهايبر او اس 2 فانت الان ان شاء الله اذا اخذت هاتكون مهيئة انت تاخد تحديث الهايبر او اس 2 اللي هيكون مبني على الاندرويد 15 طبعا هيكون مبني على الاندرويد 15 لكن في ناس هتكون على اندرويد 14 وهتطلق ايضا كمان التحديث يعطينا ويعطيكم العافية سلام